فهذا الاجتماعين دول حصلوا وتاني يوم بقى كان عندنا اللقاء الهام جدا اللي كان دعا إليه السيد نائب رئيس الوزراء ودعا فيه كل القوى السياسية نائب الرئيس نائب الرئيس عمر سليمان ودعا فيه كل القوى السياسية وفي هذا الاجتماع أنا ذهبت وفجئت بماذا؟ فجئت بأن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي وأظن كان السيد الكتاتني موجودين ومحمد مرسي أنا كنت أعلم أنه في السجن من اللي هربوا؟ من اللي هربوا أنا كنتش عارف بقى أنه هو هرب مش عارف الظرف إيه يعني فسألت لأ ما هو طلع من السجن وحكى على الفضائية ساعتها أنا كنتش عارف ده فسألت سيد عمر سليمان قلت له ده مش في السجن قال لي أرجوك يا دكتور حسين ده سيقة ده سيقة تكفية إحنا فيه موقف تواصل مع الجماعة وخليك وصخ فيه أنه ده الهدف استقرار البلد كان موجود كمان بعض القيادات يعني رؤساء الأحزاب أهمهم كان الدكتور رفعة السعيد نعم الله يرحمه الله يرحمه على شمال عمر سليمان وأنا على يمينه وكان موجود نجيب ساويرس ما عرفش تواجد ليه لكن كان واضح أنه له دور لأني رحت أكتر من مرة وأنا بقى بالعمر سليمان دايما كنت بلاقي نجيب ساويرس هناك يعني خارج الداخل يعني واضح أنه كان له دورا ما أنا معرفوش وكان فيه ناس أخرى موجودين غير القوى السياسية منهم بعض الشباب زي ابن الشيخ يوسف القرداوي كان موجود وأنا أعرف أعرفه من قبل ذلك وعارف أنه هو حاد شوية في عدائه للنظام الحاكم يعني ومكنتش عارف برضه هو موجود ليه لكن الاجتماع تم بهذا بدأ الاجتماع بدكتور رفعة السعيد بصفته كان أقدم السياسيين وبعدين أنا بصفتي أمين عام الحزب الحاكم وأنا والدكتور رفعة السعيد كنا متفقين قبلها على بعض الأشياء وأعلنت في هذا الاجتماع رغبتي في الإفراج عن المعتقلين وإنهاء حالة الطوارئ بمجرد انتهاء هذه المظاهرات